السلام عليكم ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل وطن وخارج الوطن الناس لهم معنا هنقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر الديزيد اليوم الحصة التعناوين غادي نتكلمه على الفيفا وين يحرم 16 نادي سعودي من قيد في الانتقالات انتقالات الصيف احدهم منهم يعني متهم بالشناوي يديروا مشاكل خاطر اذا نقول لكم على يديروا مشاكل اولاو غابنين لزوروبيا اولاو غابنين هم اموال مشروع تاحهم التالي هذا لدالوه يعني زيادة لعابين يعني محترفين اجانب اضراهم كاينين كانوا غان يجيبوا اللعابة يجيبوا جيبوا جيبوا والله ما على بلهم قا كانوا يحوسوا يجيبوا اللعابة وزيدهما واناولادهم درسوا في انجليز درسوا منا كانوا مولوك للاندية الاوروبية داو خبرة كبيرة ببقى شاك تاح جيبوا ماريو رو ماريو كما ذاك العاب رو ماريو جيبوه اعطاوا عشين مليون دولار ترينا وهرب لهم وما كانوا يجيبوا كان يجي مارادونا هكا لانيبا اخساق هكا تاح واحد واحد تزوج قفل عام يقول مرتو يشاك يبغي يجيبوا هكا في الحوش التاحهم هكا يجيبوا هكا يجيبوا هكا يجيبوا هكا يعني راحت هكا سايك راحت ما بقاتش هكا هكا يعني فاقو يا حسراه كما نهار معطاوين هكا يجيبوا انترينير تاعنا هكا كان غالبنا قال لك بللي غادي تديه السعودية تعطيه نادي يعطيه زوج ملي في الشهر اورو وليتو شوية لبلف وليتو تاكلوا حشيش خليتو الماكلة وليتو من الحيوانات اكلت العشب ليس من الحيوانات يعني يعني وليتو تاكلوا حشيش بزيب الحشيش لي يكرها تكرها البقرة وتكرها يكرها العود ويكرها يعني الأراني بكل يتمون وليتو تاكلوا حشيش لي يأكلها الحمار يقول لك آو شوية وليتو وليتو شوية وليتو غير ترتخو واحد اليامات وليتو ترتخو برد يقول لك يعني متاعنا اللي هنضيفة وليه وزيد ولا ويصابوا الهيشار ويصابوا على اليوتيوبر ويخرجوا يهضروا يعني هما يهضروا ويقولوا ما يهضروا يخرجوا ويسمحوا لي واحد الإعلاميين المهرجين هنا في الجزائر سمحوا لي ويقوموا من الحيوانات الأكل العشبي يعني تعمل مجاري وميزم تصيبوا تأكلوا الحشيش الحمار يعيف وحد الحشيش يعيفها وحد الكرفع يعيف وحد العشب الحيوانات اللي تجيب الحليب كما يقولوا كما البقري كما إبارة أخرى كل شيء ما يأكلوا هشي ما يأكلوا العود ما يأكلوا هشيش أنتوما وليتو تأكلوا ماذا وليتو تأكلوا كثير من الحمار أنا أقولكم أو ليتو الليلة ها يلا هم عن درسوا الله وحد اليمن بزاب ومع بزاب عليكم المهم نعبدو اللي ونتكلموه وكشف تقريض صحيفة عن صدور قرار من الاتحاد الدولي لكورة القدم الفيفا بحرمان 16 النادي السعودي من قيد خلال فترة انتقالات الصيفية الجارية وأفدت صحيفة الرياضية أن مصدر خاص كشف لها عن منع 16 النادي السعودي من تسجيل في فترة انتقالات الصيفية بسبب خسرتها لقضايا في الاتحاد الدولي لكورة القدم الفيفا في الفترة الماضية وأوضح المصدر يتحتم على إدارة الاندية تواصل للاتفاق مع اللاعبين ومدريبين الذين كسبوا قضاياهم تجاه الاندية السعودية بأسرع وقت لرفع منع الإيقاف وكشف أن الاندية الرائد والوحدة بجانب فريق العين المنتمي إلى الدور الاندية الدرجة الثانية يعني تواجه صعوبات في رفع العقوبات كون قرارهم مشابه لقرار الذي أصدره الفيفا بحق نادي الأهل السعودي العام الماضي بمنع من تسجيل في فترتين بسبب جامايكي لويس جالبان لعبه الفريق السابق وكان التقارير الصحيفة قد كشفت عن وجود نية لدى مسؤولين يعني النادي الوحدة السعودي بالتعاقد مع محمد السناوي حارس الأهل خلال الفترة المقبلة ويشير المصدر إلى أن الاندية السعودية ممنوعة من تسجيل حتى اليوم هي الرائد الوحدة والحزم والطائف والعافيف والعين والأنصار والفيصالي والجبلين والقيسوماء والسد والشعلة والترجي والهجرة والنجران والوحدة يعني هذه الاندية اللي رهي ممنوعة شو اندية هذه يمنعهم ستعاش النادي بزياد على بالك ستعاش النادي عنده قضايا يعني قضايا مع مدربين قضايا شي سهلة والله ما سهلة في قضايا والله بالزعب على بالك والناس بالزعب شوية صالحة شوفت أمور هذا أمور يعني وين ما يكونواش في صالح كما نقوله ما يكونوا في صالح كرة القادمة السعودية هذا الأمور ما يكونوا في صالح كرة القادمة السعودية يعني كذلك ونروحه ونتسكية فهد بن نوفل لرئيس نادي الهيلان السعودي لمرة أخرى وأسفر الاجتماع الجمعية العمومية لمؤسسة الهيلان الغير الرابعة يوم الخامس عشرين جوان عن تسكية فهد بن نوفل لرئاسة النادي السعودي لمدة موسم واحد وكان فهد بن نوفل قد ترشح قبل أسبوعين في انتخابات لمؤسسة النادي الغير الرابحية وتمنى أن يساهم في تحقيق تطلعات الجماهية الهيلانية خلال فترة المقبلة وظهر النادي الهيلان تحت قيادة رئيسه الحالي بصورة رائعة خلال موسم 2023-2024 واستحوذ الفريق على كل الألقاب المحلية بعد ظفر بألقاب دور روشان السعودي وكأس المالك السعودي وكأس السوفر السعودي وقرر فهد بن نوفل ترشح لرئاسة الزعيم إذ تواصل مقربين معه للاستمرار في منصبه بعد الألقاب القياسية التي حققها مع الناديه في الفترة الماضية يعني فهد بن نوفل يقود السفينة الهيلان بنجاح هائل وتولى الرجل الأعمال السعودي فهد بن نوفل رئاسة النادي الهيلان منذ 18 جوان 2019 ويعمل في العديد من المناصب منها مدير تنفيذي لتطوير أعمال في الشركة المملكة القابضة ويعود بن نوفل يعني أكثر رؤاسة الهيلان السعودي تحقيق للبطولات الفريق الأول لكورة القدم بعد حصد دوري المحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين خلال عام الحالي ليصل نادي العاصمي إلى اللقب الحادي عشر الرسمي تحت إدارته وزيد فاني كالسوبر السعودي يعني وينلي خلاوي يعني نادي الهيلان الذي خلى خلى كما نقوله إحنا الكريستيانو يبكي بالدموع يعني في كل ويمرت لاقاوه أبكى وزيد فاني كاللما نشغلت الهيلان السنة ما خسرش قاع في الدور السعودي ما خسرش على باكم كين هو كين ثلاث أنديا لي ما خسرش قاع كين هو كين راجا وكين باير لبركوزن لي ما خسرش قاع هذه هي والراجا هو أخير الراجا لي ما خسرش قاع قاع ما عندوش هزائم السنة قاع ما عندوش هزائم الاخرية عندهم هزائم عندهم في الموسم عندهم هزائم هذه هي إن شاء الله يا ربي تكون كي ما نقوله إحنا تكون أخبار تكون تطوير البطولة البطولة السعودية أكتو كيفاشوين منعوهم يعني منعوهم ما زائب سوالحوهم تكون كيفاشوين منعوهم تكون كيفاشوين منعوهم تكون أخويا زملة رازانة أو زملة الناس اللي تخدم شو بير بيلين تزيري راح راح لتعاصل لا يسهل لا يسهل لا يسهل لا يسهل لا يسهل ما زائب هيا ما زائب أخذني هنا هذه كما دخلنا تباوز كنت تهير لا تنسوا لا تنسوا تضع نحو ليسوا نحو وانشاء الله معكم وانشاهدوا وانشاهدوا لا تنسوا اشتركوا صحيح تخوتي